طب حلوك تبقى متخصص فيه تخصص شديد الندرة العلاقات المصرية اليونانية طيب هبدأ؟ لا ده أنا هسألك أبدأ من إيه؟ في الحقيقة أنت قلت حاجات حلوة في المقدمة كان نفس أكمل عليها يلا بين؟ يعني أنت تكلمت عن العلاقات الشعبية تكلمت عن أصدقائك اللي هو من الأصول اليونانية في اسكندرية وفي الإسماعيلية وغيرها على الجانب الآخر في اليونان عندهم نفس القصص برضه يعني لو رحت أسينة لو رحت أي مدينة لو رحت أي جزيرة في اليونان هتلاقي فيه ناس يحكو لك قصصهم في مصر لما زار مصر حصل مع إيه؟ تقريبا كل يوناني لو ما زارش مصر بيعتبر أن فيه حاجة نقصة في حياتي غالبية مثلا حتى الجيل الجديد لما يحب يقضي شهر العسل يحب يجي مصر رغم أن اللون مشهورة بالجزر السياحية والأماكن الحلوة ومتازة لكن لما بيزورش مصر بيحس أن حاجة نقصة كمان كل واحد يونان عنده قصة عن مصر يقول لك أنا واحدة سكندرية حصل كذا وحصل كذا وعنده صديق عشان كده مصر عملت حاجة مهمة جدا جدا مؤتمر اسمه مؤتمر العودة للجزور وده اتعامل في سكندرية بالمناسبة اتعامل فيه 2018 المؤتمر ده فيه دعوة لكل اللي عاشوا في مصر سواء من الكبار في السن أو الشباب اللي هاجروا حتى اللي مش عادين في اليونان بس عاشوا فترة في مصر أنهم يرجعوا ويستعيدوا ذكرياتهم في مصر من جديد ده نوع من إعادة العلاقات على مستوى الشعب بشكل يعني على مستوى القعدة بعيدا عن العلاقات القوية والممتازة اللي بين الحكومتين اللي هاجروا بشوفها دلوقتي كمان فيه مشروعات مقترحة جديدة هتخلي الشراكة بين المواطنين المصريين واليونانين فيها تداخل وفيها تقرب أكتر